في ظلة رد لضاع الخدمية وتفشيل كثير من الأوباء وعلى رساء وباح مضطنك في شبوة نظم مكتب الصحة والسكان بالمحافظة اجتماعا تشاوريا مع عدد من منظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية وجه هذا الاجتماع لمناقشة مبادئ التعاون والأسس المفترضة لخلق شراكات مع المنظمات غير الحكومية في تنفيذ بعض المهام ومواقعات التحديات التي تحدق بالمحافظة تم خلال اليوم مناقشة وضع آلية للعمل المستقبلي لأن هناك هفوات في المرحلة السابقة وتجاوزات حصلت من بعض المنظمات وتنفذ أنشطة بدون الرجوع إلى مكتب الصحة والسكان ناشطورة أن هذا الاجتماع خطوة في الاتقاه الصحيح مطالبين بوضع لوائح وآليات تنظم عملية شراكة بين المنظمات مع مختلف الجهات الحكومية والعمل على تعزيز الثقه بين القانبين بالإضافة إلى تحديد معايير التمثيل وحدود التفويض في مجالات العمل في حالة مثلا أن منظمات المجتمع المديني هناك عندهم أنشطة ينفذوها في القانب الصحي لابد أن يطلعوها قبل أن ينفذوها على مكتب الصحة والسكان لكيفية الإشراف والمتابعة وذلك لمعالقة أي أمور قد تصير فيما بعد هذا النشاط ما ينتظرها بناء شبو من هكذا اجتماعات هي شراكة فاعلة تشمل كل القوانب الحياة للوصول إلى النتائج المرقوة لتلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم خصوصا بعد تدور أوضاع المعيشي والخدمية في ظل استمرار الحرب وقياب الحلول السياسية التي عطلت عمل مؤسسات الدولة إبراهيم حيدرة كناة بلقيس شبوه